كان بيجيب لها مدربين رأس عالميين عشان يدربوها هي كان بتقضي اليوم كله عنده يعني من ساعة ما هو اكتشفها وكان هيطلعها في أول فيلم يا سمين ووظف لها كل حاجة ممكن تخلي الموهبة دي تبقى زي ما بيقولوا مكتملة فمدربين رأس غنى كل حاجة فالعربية كانت تعادي الصبح تاخدها تروح تقضي اليوم كله عنده أنور واجدي في البيت يعني هو كمان كان أنا سمعت كمان عاشت عنده أنور واجدي وليلة مراد في البيت بطرة هو المكتب عنده في نفس العمارة الإيموبيليا فهم كانت دايما اليوم كله تقريبا في البيت عنده وهي كانت بتحب ليلة مراد طبعا مع حفظ الألقاب جدا فعلا كان أنور واجدي بخيل بصة هي ما قالت ليش الموضوع ده وكانت رفضة أنها تتكلم فيه حتى كان في إحدى اللقاءات كان معمول في قناة يعني ما فسألوها السؤال ده وحاولت بطريقة أو بأخرى أنها تزوغ ملك جديد كان بياخد العفش بتاع البيت هو ما كانش بالصورة دي هو كان ذكي جدا ومنتج شاطر جدا فكان بيعرف إزاي يخش من الفيلم أو ممكن بمعنى أصح في وقت تصوير فيلم يا دهب يا ياسمين كان في الوقت ده فيلم مع ليلة مراد قلبي دليليا على ما أعتقد فكان ممكن الرقصين بعدما يخلصوا الاستعراض هنا يعني نفس اللبس مع نفس الدكار يوظفوا في النقل يصور بس بيقولوا كان ياخدوا منها كل اللبس بتاعه حتى البنس بالعكس هي كانت بتقولي أن هو كان بيجيب لها حاجات كتيرة جدا وهدايا وبيشجعها ويجيب لها لعب ويجيب لها عرايس كويس أنت بيصلاحي معلومات ممكن تكون مغلوطة عن أمر راجل لا بالعكس هي لآخر لحظة هي تقولي الراجل ده يعني هي ما شافتش منه غير كل حاجة كويسة